بلدنا بلد السلطنة بلد فيه المزيد من الإنجازات والاكتشافات الجميلة والعمانيون هم دائما مميزين في المحافل التي يذهبون إليها براءة أمريكية تعطى لباحث عماني لاكتشافه الجين المسبب لمتلازمة فوندا نرحب بالدكتور مسلم بن سعيد العريمي المتخصص في علم الجينات والوراثة المجتمعية والوراثة الجزائية بالمركز الوطني الصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني هلو مرحبا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك أختي وأحب أمسي على السعادة المشاهدين في كل مكان نبارك لك حصولك على البراءة الأمريكية لاكتشافك طبعا الجين المسبب لمتلازمة فوندا في البداية دكتور يا ريت لو تعرفنا بمتلازمة فوندا واكتشافك لهذا الجين نعم أشكرك على التبريك والحقيقة أنا سعيد جدا طبعا مش غريب على الإلام اللماني اللي قاعد يغطي الواقع بشكل جميل وقميع الأحداث وهو في قلب الحدث فأشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة الله يسلم لك مصطلح متلازمة نستخدمه في المجال الأمراض الوراثية نعني به وجود مجموعة من الأعراض التي يجب أن تتلازم لكي يطلق على هذا المرض اسم معين ويجب أن تكون هذه الأعراض مميزة بمعنى أن لا تتشابه مع أعراض لأمراض أخرى وبالتالي تفقد الخصوصية في هذا الموضوع فمتلازمة فوندا حقيقة أنه اسم جديد إحنا أطلقناه البحث أثناء دراستي الحصول على أشياء الدكتوراه في الوراثة الجزائية بالمملكة المتحدة حقيقة أجلت البحث على مسببات لأمراض العمل الوراثي الذي يصاب به الأطفال وبديت أبحث عن طريق مجموعة من العائلات من مختلف الأعراق حقيقة عندهم هذا المرض الذي يتوارثه بشكل متنحي فمصطلح متلازمة فوندا مأخوذ من المصطلح الإنجليزي فوندا سندروم وفوندا سندروم هو فويول هابابليزيا أي تآكل النقرة البسيطة المتوسطة في العين هناك منطقة في العين متوسطة هذه المنطقة لا تغذيها الأوردة والشرعين من أجل أن تكون مسؤولة عن حدة النظر فهذه المنطقة تكون غايبة عند الأشخاص المصابين النقطة الأخرى هو اختلاف في توجه لعصاب العين بمعنى أن يكون في حيدة في المسار بدلا أن يكون يسار يكون يمين وهكذا العنصر الثلاثة واختلاف بعض الاختلافات الخلقية في الجزء الأمامي في العين طبعا جميع هذه الأعراض ممكن تتواجد في حالة غياب صبغة المينانين التي هي أساسا تلعب دور رئيسي في هذه المكونات لكن العوائل التي أنا اشتغلت عليها والمتلازمة التي قدمناها للعالم جديدة أن جميع هذه الأعراض من غير ما يكون في تأثير في المينانين وهذا هو الجديد جميل دكتور كم المدة زمنية لاستغرقها لاكتشاف هذا الجين؟ نعم حقيقة هو مشوار طويل امتد إلى طبعا بالاكتشاف بالبحث مبدعي ثم بالاكتشاف ثم بيقراء التجارب الخاصة لتمييز أن الجين فعلا هو المسبب المرضي ثم بعملية النشر والحصول على البراءة تقريبا خمس سنوات ماشاء الله اشتغلنا على طبعا أنا كنت أقود الفريق باعتبار هذه مهمتي الرئيسية تنائي الدراسة فبداينا أول شي اكتشفت الجين في السنة الثانية من دراستي نعم وبدايت من السنة الثلاثة اشتغلت على تأكيد أن هذا الجين هو فعلا مسبب المرضي يعني في مجموعة التجارب نحن نقوم بهذه ثم نقارن السلسلة المفقودة في هذا الجين بالنسبة لأجناس أخرى بالنسبة لكائنات أخرى كي نؤكد أن فقدان القاعدة الأمينية فعلا هي مؤثرة بشكل مرضي ومن ثم أردنا أن نقوم بعمليات دراسة وظيفية للجين بمعنى أن نأتي بعادة نحن نجرب في بعض الحيوانات البسيطة يعني على أساس أن يكون لو خسر الخلل في الجين في هذا العين كيف ستبدو الإشكالية أن النقرة المتوسطة هذه من النادر أن توجد في الحيوانات أخرى غير الإنسان نعم فلجأنا لكائن صغير ضعيف موجود هو نوع من الأسماك حقيقة نعم وأجرينا التجارب على هذه السمكة التي هي سمكة المدكة وأجريناها في مختبرات في إيطاليا ومن ثم قدرنا أن نحصل على الصور التي ساعدتنا في نشرها في المجلة الأمريكية طبعا هذه بعض من الصور نشاهدها سويا دكتور على الشاشة هذه من بعض التجارب التي كنت تقوم بها أثناء دراستيك نعم تحدثنا عن هذه الصور؟ نعم حقيقتنا هذا في المختبر الذي اشتقلت فيه طول فدر دراستي نعم طبعا هذا المقال الذي نشر في الجريد الأمريكي الذي يثبت براءة الاكتشاف باسمه وباسم السلطنة جميل وهذه بعض الصور التي اكتشفنا مجموعة العوائل التي اشتقلنا عليها هذه عددها تقريبا ست سبع عوائل ماشاء الله وحددنا كذلك بعض التجارب في جزء معين من العين البشرية قدرنا نحدد أن فعدا فقدان الجين هو جزء مهم نعم حددنا الجين هذا أساسا أين يفرس فيه أعضاء القسم فقدنا أن يفرس فقط في الأعصاب ثم عملت ما يسمى باستنساخ الجين وهذه صورة الاستنساخ نعم استنساخت الجين وحطيته ضمن سلسلة معينة لتجربتها مرة أخرى طبعا هذه العين لو شاف الفرق بين الطبيعي على اليمين واليسار اللي هو المتأثر فاليسار لو تلاحظي غياب المنطقة اللي في النص في اليمين هي المنطقة الطبيعية متواجدة ما يسمى فوفيا غيابها في النص ووجود الأوردة يجب أن لا تتواقد الأوردة في هذه المنطقة نعم فوجود الأوردة معناته غايب هذا عنصر رئيسي معانا في المرض نعم طبعا مثل ما نشاهد أيضا هذا الجزء الأمامي اللي في العين هو أنك في زحزعة للغلاف المحاط بالقرانية هذه من ضمن مواصبة المتلازمات متلازمة فوندا ومن مصاب بها نعم نعم يعني ما أهمية دكتور حصولك على براءة أمريكية لاكتشافك متلازمة فوندا نعم في بحوث اللورات الجزائية طبعا العالم يشتغل بشكل سريع حقيقة مع تطور وسائل التقنية الحديثة في التشخيص اللي خلت حتى هذه الوسائل رخيصة ومتوفرة في جميع الجامعات الدولية هناك مجموعات تبحث في أمراض نادرة عن مسبب الجين لهذه الأمراض نعم قد تتشابه أحيانا البحوث في مركز معين يعني بالمركز اللي كنت أشتغل فيها وبالتالي الحصول على براءة الاكتشاف عن طريق القبول بالنشر في هذه المجالة يضمن الحق أن مكتشف هذا الجين هو يعني الدكتور مسلم العريمي اللي من سلطنة عمان وبالتالي ما يترتب على هذا الجين في المستقبل أهم يترتب عليه قدرة التشخيص بمعنى أن من هنا ورايح أي مجموعات عندهم هذه الصفات على طول يجب التفكير في إقراء التحليل ما يسمى بالDNA sequencing لهذا الجين للتأكد من التشخيص إذن حلينا موضوع التشخيص باسم هذا الاكتشاف النقطة الأخرى نحن نقدم هذا الاكتشاف من أجل ما يسمى في المستقبل بالعلاج الجيني وبالتالي ما يترتب على العلاج الجيني بالنسبة لهذا الجين هو مرتبط باسم السلطنة في كل مكان إن شاء الله جميل بعد اكتشاف الجين دكتور هل هناك من طريقة لتطبيقه في السلطنة؟ نعم حقيقة نحن في المركز الوطني الصحة الوراثية هذا المركز وقد وافتتح لكي يتطور نحن نحظى الحمد لله بدعم معايا الوزير الدكتور رحمد السعيدي على أن نبدأ في مشاريع وثم هذه المشاريع تتطور ما يحصل في العالم حقيقة نحن ليس بعيدا عنه يعني اللجهزة التي قاعدة تطرح في العالم هذه التطور نحن على تواصل معها نحن لدينا علاقات تعاونية مع مراكز دولية معترف بها وكبيرة في العالم تمتد من أمريكا حتى إلى الصين وبالتالي نحن في خطوات إن شاء الله مع المستقبل القريب بيننا على الاحتياجات أولا الحصائيات المتوفرة التي تحدد توجهنا والإمكانيات رح نوجد هذه اللجهزة معنا إن شاء الله في المركز الوطني للصحة الوراثية وبالتالي ما قمت بهنا في الخارج رح نقوم إن شاء الله في المستقبل القريب في الداخل في السلطة إن شاء الله هل هناك من طريقة للوصول إلى العلاج بعد اكتشافك للجين دكتور؟ نعم في كل مكان في العالم هناك مثل ما قلت مراكز بحثية تعمل وهذه مراكزة بحثية تقوم باكتشاف الجينات المسببة للأمراض الغير معروفة وهذا طبعا من فوائد تطور علم الجينات يعني قدرنا نعرف ميكانيزم الأمراض وقدرنا نعرف موقع الطفرة المسببة وهذه طبعا رح تغير حقيقة أنا أقول في المستقبل القريب معلم الوراثة الجزائية رح يقلب الموازين كلها في جميع فروع الطب وبالتالي نحن نقدم للعالم مسببات فموضوع العلاق القيني طبعا ما زال تحت التجارب لكن حقيقة هو ماشي بسرعة كبيرة ورح يؤدي لي نتائج إن شاء الله مبشرة بس ما نعرف متى حقيقة نحن نصبح نحن جزء كمركز وطن الصحة وراثية كسلطنة عمان جزء مساهم في هذا المجال ليس بحثي أنا فقط بل بالبحاث القادمة إن شاء الله من كوادر عمانية موجودة حاليا في طور الدراسة وكوادر عمانية رح تقوم في المستقبل القريب إن شاء الله ورح نساهم بإيقابية في هذا المجال في العالم بإذن الله دكتور ما هي احتياجاتك أو ما هي الاحتياجات المطلوبة للمرحلة القادمة وخصوصا لاكتشافك لهذا الجين المسبب لمتلازمة فوندا نعم هو حقيقة أنا والحمد لله توفرت لكل الاحتياجات من قبل الحكومة الرشيدة في الابتعاث كانت بعثة متكاملة وكان في دعم حتى من السفارة هناك ومتابعة دورية من ملحق الثقافي وملحق الصحي حاليا نعمل في المركز الوطني على تطبيق هذه المعلومات كذلك نعمل على إرسال كوادر عمانية أخرى للتخصص في جزائيات الوراثة الجزائية نفسها نحن ماشيين في الطريق الصحيح أعتقد بإذن الله أن وزارة الصحة قايمة بدورها بشكل كامل دائما أن وزارة الصحة تمشي بسياسة ممنهجة مثل ما ذكرت لك أختي الكريمة نحن نمشي على حسب الإحصائيات المعروضة على حسب الاحتياجات والأولويات ومن ثم الإمكانيات جميعها تسخر بإذن الله في مصلحة الواطن عن طريق تفعيل الجوانب الإيجابية من تشخيص ومن متابعة ومن إعطاء عملية لإرشاد الوراثي المركز الوطني للصحة الوراثية هو فخر للوطن هو فخر للوزارة الصحة وسنسعى بإذن الله على نجعله في مكان أعلى بإذن الله بإذن الله دكتور أيضا نتساءل عن العوائق أو التحديات التي واجهتك أثناء الفترة الزمنية التي استغرقتها في أثناء البحث وأيضا الآن بعد اكتشاف الجين إن شاء الله ما هي أبرز الحلول لتلك العوائق في رأيك نعم يعني دائما كانت حتى المشرف الأكاديمي اللي تقولي تقولي أنت you are very lucky بمعنى أنت محظوظ جدا الحمد لله نقول بعتبار أنه يعني في بداية لما تعاملت مع هذه العائلة سلكت المسلك الروتيني أنا أتكلم عن 2008 طبعا الوضع تغير الحين أصبح في أجهزة حديثة تقتصر كثير من لقتي فإحنا بدأنا أو بدأت من الصفر حقيقة هو فقط العوائق كانت هي المدة الزمنية بس أنا كنت يعني حقيقة اللي غط على هذه الشيء ورغبتي شديدة في الوصول لهذا الجين قبل أن يصل له يعني شخص آخر بالضبط بالتالي كنت أقضي في المختبر من أكثر من 12 ساعة حقيقة وطبعا كان الوقت هو المشكلة كنت أسابق الوقت حقيقة وكنت أسابق كذلك وجود العينات كنا نبحث عن العوائل في المستشفيات المختلفة فإذن الوقت العينات أما اللي كنت كانت متوفرة طبعا الحين تغير وضع أصبح عندنا القيلة الثالث من التحليل للدين اي وهذا اختصر حقيقة وقت كبير وبالتالي أصبح الحين تلقى كل يوم ممكن تلقى في اكتشافات قديدة فهذا الشيء احنا رح نسعى نوفر إن شاء الله معنا هنا في عمان بإذن الله احنا ماشيين في الطريق الصحيح جميع التحديات اللي كانت موجودة طبعا نحن نستفيد من تجاربنا فيها وبالتالي نحاول نتحاشى وجودها هنا احنا رح نوصل بإذن الله لما هو أفضل لما هو أكثر فعالية الهدف مننا الهدف من وجود هذا المركز أختي الكريمة هو تقديم الخدمة احنا لسنا مركز بحثي وإنما احنا مركز خدمة ولكن لا يمنع تفعيل البحوث من أجل الوصول لخطط معينة أو وضع خطط معينة تخدم الجانب الخدمي فيها بإذن الله بإذن الله طبعا المركز الوطني الصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني يقدم الكثير من الخدمات وهذه واحدة من الأبحاث التي قمت بها والتي سيستفيد منها المركز بمشيئة الله دكتور لا أعرف هل تعتقد بأن وجود فريق معني بهذه الدراسة هل لابد من تواجده في المركز جميل أشكرك هذا سؤال فعلا جميل جدا ومهم وفعال نحن قايمين على هذا الشيء نحن نحدد حاليا معظم الأعمال التي عندنا هي عبارة عن مجموعات فعندنا مجموعة متخصصة في السرطانات مثلا سرطان الثدي ثم سرطان القلون فنحاول قتل الإمكان وبدأنا حقيقة في هذا الموضوع عندنا مجموعة كذلك متخصصة في سرطانة الدم عندنا مجموعة متخصصة فيما يسمى التليف الرئوي وهكذا نحن نمشي بهذه المجموعات الهدف من هذه المجموعات إجراء مسح ميداني لأننا نريد أن نعرف كذلك الطفرة المؤدية للمرض هذا في عمان جميل طبعا لن تختلف كثيرا على أي مكان في العالم ولكن ربما يكون نوعية الطفرة موقعها يختلف لكن ربما لا يختلف نحن نطمح كذلك على أن نجد قينات جديدة خاصة بالوضع هنا معنا في المرضى في عمان وهذه ستعطينا فرصة أكبر من أجل توقيه الإعلاج المناسب تحليل الـ DNA من ضمن إيجابياته كذلك أن بعض الأدوية أحيانا تستقيب يعني تلاقي بعض الإنسان في الأمراض السرطانية يعطى دواء يضر أكثر ما يفيده والسبب أن التركيب الجينية للطفر الذي عملت هذا الشيء لا تتناسب مع هذا الدواء وبالتالي نحن نقدم خدمة جديدة للعلاجات المختلفة أن من فضلكم غيروا هذا الدواء واستخدموا دواء ثاني هذه النقطة النقطة الأخرى مثل ما قلت نحن ممكن نكتشف جينات جديدة حتى وهاي يتعبر عنه المشوار طويل الجهود حقيقة جبارة الأمكانيات بإذن الله ستكون متاحة فمع الوقت إن شاء الله طموحنا أن نصل إلى المستوى العالمي ورح نصل بإذن الله طالما عندنا الكوادر العمانية اللي قائم على المركز الـ 96% منه كوادر عمانية وهذا نادر أن تقديه في أي مكان في العالم حقيقة إذن ما هو المؤمل دكتور مسلم في القادم إن شاء الله نحن مثل ما قلت نستمر في الجانب الخدمي أو جانب التشخيص ومن ثم تقديم الرشاد الوراثي فعلنا بعض العيادات التخصصية عندنا عيادة متلازمة داون وعندنا عيادة الأمراض العصاب ذات المسببات الوراثية وفي المستقبل رح ننتقل إن شاء الله إلى أمراض القلب ذات المسببات الوراثية الأمراض السرطانية وهكذا المشوار نحن ماشيين فيه بتدرج وتدرج منهجي من أجل أن تكون النتائج فعالة يعني إحنا ممكن نعمل أي شيء ونعمل شو وكذا ولكن إذا ما فيه على أرض الواقع فائدة للمواطن هذا راح يكون مردود سلبي فإحنا ماشيين مثل ما قلت المركز الوطني لصح الوراثية وقدر ليتطور جميل وإحنا قاعدين نتطور مع التركيز على الجانب الخدمي المتمثل فيه التشخيص الدقيق ويعطاء الرشاد الوراثي لعائلة المصاب والمصاب نفسه كذلك إحنا ناوين بدنا على خارطة البلد إحنا ناوين لأن فيه أمراض الوراثية حققتهم فريدة موجودة عندنا في عمان السجل تقريبا أكثر من 300 مرض وراثي ما شاء الله وربما فيه أكثر وبالتالي إحنا بحاجة لوضع خريطة متكاملة هذه من ضمن مهام المركز طبعا في المستقبل يعني مش القريبة مبالما في البعيد فإحنا ماشيين في هذا المجال أهم نقطة اللي ذكرتها قبل شوين الكوادر الموجودة كوادر عمانية مؤهلة سعة الوزارة من عام 2000 حقيقة وهذه نظرة مستقبلية استشرفية يعني الوزارة حقيقة تشكر عليها تأهيل الكوادر العمانية من عام 2000 عشان تقوم بهذا الوضع اللي احنا فيه الحين بإذن الله بإذن الله يعني نتمنى التوفيق لكم بمشيئة الله دكتور وأكيد هناك وسائل كثيرة وآليات تعديدة تستخدمونها من خلال هذا المركز بمشيئة الله وتصلون إلى ما تصبون إليه بإذن الله دكتور أنا سعيدة بوجودك معنا في ستوديو من عمان وأيضا أبارك لك مجددا حصولك على براءة الأمريكية لإكتشافك هذا الجين المسبب لمتلازمة فوندا وأتمنى إن شاء الله لك في المستقبل القادم المزيد من الإنجازات وأيضا العطاء لهذا الوطن الغالي بمشيئة الله أشكرك يا أختي قلان حقا أنا توجه بالشكر القزيل لصحب القلال المولاي صحب القلال السلطان غابوس سعيد المعظم يعني المقولات الشهيرة وأن الإنسان العماني هو محور التنمية فسياسة جلالته في هذا الموضوع أثمرت كثير من الكوادر اللي ساهموا في مختلف القطاعات كما توجه بشكر القزيل لوزارة الصحة التي تبنت دراستي وكذلك واصلت دعمها لي وهذا النتيجة النهاية طبعا تشمل الجميع حقيقة وليس مجرد اسم فقط نحن نطمح الأكثر بإذن الله وعندنا من الكوادر العمانية لنفخر فيها حقيقة في هذا المجال بدأت لها رح تقدم أكثر وأكثر وأكثر فشكرا لإستطافتكم وإن شاء الله إلى مزيد من العطاءات بإذن الله بما شئت لنشكرك دكتور مسلم بن سعيد العريمي المختص في علم الجينات والوراثة المجتمعية والوراثة الجزائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بمستشفى السلطاني شكرا لك دكتور